نواب كلام مهم جداً قال الدكتور علي إن هناك بعض المراكز يلتحق بها النواب للتدريب على انتقاد السياسة المالية للدولة وتجريح المؤسسة التشريعية والإضرار بالأمن القومي وطالب الأمين العام بإعلان أسماء تلك المراكز أمين العام للمجلس يعني أضافه عبد العال رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة للمجلس أن هناك حملة ممنهجة في الخارج يساعدها للأسف البعض في الداخل لهدم المؤسسات الدستورية وتابع قائلا إن نقد المجلس أمر مقبول لكن أن يتم الانتقاد في إطار هدم المؤسسة التشريعية فهذا أمر في منتهى الخطورة وقال رئيس مجلس النواب أن هذه المراكز معروفة والبعض التحق بها للحصول على دورات وتابع قائلا أردت التنبيه على النواب بعدم الحديث في معلومات مغلوطة للسياسة النقدية والأمن القومي وقال رئيس مجلس النواب أن البعض يرفض كلامي ويقول أن هذا يأتي في إطار منع حرية الرأي لكنني أؤكد أن حرية الرأي يجب أن تكون مسؤولة والتجريح والسب والإضرار بمصالح الدولة العليا لا يدخل ضمن حرية الرأي وأكد أن التجريح في السياسة النقدية في ظرف حرج وتناول المؤسسة التشريعية بالإهانة لا يدخل في إطار الحرية المسؤولة وأضاف أن المسؤولية للنائب مضاعفة لأنه ممثلا للأمة ويجب أن يكون كلامه كلاما مسؤولا بحييك دكتور علي عبد العال ولكن بطلب حضرتك قل لنا أسماء النواب دول وبعت لنا أسماء المراكز زيت عشان الرأي العام يعرف مين هم النواب اللي حضرتك بغض النظر عنده حصانة ولا ما عندهش حصانة النائب ممثل الأمة ده اللي حاجة بتتكلم عليهم لأن التصريح ده تصريح خطير جدا يأتي من رئيس مجلس النواب ضد نواب بعينهم بيكلم عنهم بيتضربوا عشان واحد اثنين عشرة أنا عايز الأسماء وهعلن أسماءهم مع الهوى من فضلك بكرة أنا بقوله من فضل حضرتك بكرة أسماء النواب اللي تقصدهم والمراكز اللي بتديهم هذه الدورات التديبية وشكرا على هذا الكلام المحترم والوطني ما فيش حاجة اسمها عنده حصانة ويهدم مؤسسات الدولة لا حصانة أبدا أمام أي واحد يتقاوز